انا عشقة للغات مش عشقة للغات اني اتكلمها عشقة للغات لان فيها ثقافة وفيها تاريخ وفيها حكايات لانه لما تعرف لغة بلد اتأثرت بايه واثرت في ايه لازم تبقى عارف ان وراها قصص وحكايات هنتكلم في مصطلحات ومفردات عبر الزمن والزمان كتيرا واحنا كشعب مصر ما تعرفش الشعب ده غريب اخد بعض الحاجات واساب حاجات كتير قوي يعني انت لما تيجي تبص على الشمال الافريقي لما المستعمر كان موجود في كذا منطقة يعني هتلاقي ان مصر من اقل الدول حتى لو كان في مستعمر قعد فترة وعد على محافظات كتير بس هتلاقينا كنا ننطقي حاجات ونسيب حاجات طبقا لتاريخنا وإحساسنا ومزاجنا فحاجات كتير قوي تعالوا كده ايه نتكلم فيها مع دكتور جون دانيال أستاذ اللغة اليونانية ومقدم محتوى عن التاريخ وأصول اللغات بسائل خير يا دكتور انا سعيدة بان انت متولي الحاجات دي وعجبني حاجات كتير قوي انت بتستخدمها وزي ما نقولت احنا المصريين مع رفس كنا بننقي ولا هي الحاجات دي استقرت من استعمالنا مصطلحات كتير عاشت معنا هون فيش حال بي نقي بمزاجهم شون بقى واضحين يعني يعني من الواضح مثلا برغم ان الانجليز هم مثلا اللي عملوا السكة الحديد في مصر لكن كان فيه طالينة كتير جدا صحيح فاحنا درجات السكة الحديد لغاية النهاردة حتى شعبيا بنستخدم التاريخ يقولك البريمو والتارسو التارسو يعني التالت بالتاريخ صح فهي مش بنقي قوي قد ما بعين احنا كمان يعني خلينا اقول شرق المتوسط اللي هو بيشمل مصر وسوريا ولبنان احنا طبقات الاحتلال عندنا كانت كتيرة وورا بعض صحيح وساعات متدخلة صح يعني كان عندنا الانجليز والترك في نفس الوقت ايو صح فالتداخل ده بيعمل التداخل ده بس احنا من اقل البلاد يعني الفضلت لهجتنا برضو بتاعتنا يعني مصريين يعني انت لما بتروح مثلا لو الاستعمار الفرنسي مثلا عشان هو كمان موجه للثقافة يعني لحقي يعني انه هو يبقى اللغة الاولى تبقى الفرنسية الادب الفرنسي فبالتالي عمل تأثير كبير على اللغة العربية في مناطق المغرب العربي مثلا لكن انت هتلاقي ان احنا عندنا المستعمر الانجليزي ما كانش بيهتم قوي بالثقافة بشكل عام ده حقي لكن احنا كمان زي ما قلت كنا يعني بنستعمل حاجات وبنختار حاجات ما بنختار فيه حاجات انجليزي عندنا فيه حاجات فرنساوي فيه حاجات طلياني هو الغريب وتركي طبع احنا لم نستعمر من فرنسا غير تلات سنين بالزبط لكن تأثيرنا بالفرنساوي كبير جدا لسببين تعالنا نستعرض امسي لو احنا بنتكلم يعني خلينا اقول خلينا اقول مثلا كل مفردات القطع الغير العربيات اه ديريكسيون اه من اول الديريكسيون غاية غاية كل حاجة مارشريير اه او مارشديل او مارشدير اه يعني بالزبط مرسي احنا مصرين كلنا بنقول مرسي يعني بس ده مش سبب التلات سنين بتقول الفرنساويين ده بسبب ان لفترة طويلة كان اللغة التانية في الامبراطورية العثمانية هي الفرنساوي واحنا تبعيا خدنا ده وكرهنا الانجليزي بسبب احتكاكنا السيء بالانجليزي يعني احنا فترة من فترات كنا مستنيين الالمان ييجوا واحنا يعني ده هتلر يعني مع ذلك مستنيين ويجي خلصنا من الانجليز قال يعني كان هيعملنا احسن بس احنا من كتر كور هنا في الانجليز فبقى عندنا دايما النفرة من اللغة اه يعني عارفة اللي هو احنا بقى اللي عرفوا حسنا ما ما عرفوش كنا بنعملوا على العكس لا اللي نعرفو ده عايزين نخلص منه عشان يجي ما نعرفوش طيب تعالي نروح لبعض المصطلحات انا شفتها كولتها زي مثلا شرم بورم حتى احنا شرم بورم استخدمناها في الغنى شرم بورم حالي ايوة يعني بنغنيها وعندنا حاجات كده يعني هي في المصري يعني حتى لما يبقوا انا بقدم برنامج مع اخوة عرب فلما اقول بعض الحاجات اقولهم هاتلي البتاع اللي هناك دي بصلي ايه البتاع يعني عندنا شوية حاجات كده الناس ما بتبقاش عارفة ايه دي وهي موجودة في لهجتنا المصرية فخييا نحلل بعض الحاجات اللي احنا كمان بنستخدمها واحيانا الناس ما تعرفوش هي ايه فنشرح مثلا شرم بورم شرم بورم دي لفظة ما نعرفش اصلها بكل اسف لكن اللي عندنا نص من العصل المملوكي في قصيدة بيقول شرم بورم وتقالد بعد كده طبعا في ناس بتقول يعني غنيناها شرم بورم حالي تعبان لان القصيدة من القرن التلاتاشر اعتقد بتقول كده شرم بورم في ناس بتقول ان هي شرم بورم دي اختصار لشر مبرم بس كمان لازم بعرفين ان الجزء كبير من عميتنا وابتعادنا على العربي كان العصر المملوكي وده حتى لما اي حد في كتب التاريخ بيسميه عصر انحطاط صح اللغوي طبعا اللغة نفسها بعدت عن العربي هو كمان من اضعف الاستعمارات يعني عنده ضعف هذا المستعمر كان عنده ضعف بس كان عنده فهم ايو يعني حتى الترك لما جم هو ما عرفش يدير البلد فسب انتو ماماليك انتو ديروا البلد وصيبونا احنا ناخد الجزية من برا يعني ف بس هما كانوا فهمين قوي قوي المملوكي المستعمر المملوكي كان فهم كويس قوي نفسية المصريين غالبا طيب من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في المصطلحات خلينا يعني نقول بعض الامثلة واللي مأثرة فينا ويمكن في ناس تعرفش عنها حاجات كتير انت بتشوفها ايه في اللغة فلسفة اللغة نفسها ده مش عيب يعني فيه ناس بتستعي بفكرة ان احنا عندنا الفاظ غير عربية ده مش عيب ده تطور طبيعي يعني في تاريخ اللغة كله تطور طبيعي الاجانب الاسبان كنا بتكلم الاسبان ما تكسفوش ان يبقى عندهم الفين لفظة عربية وما لكش لا لا لازم هنغيرهم لا العلم نفسه ما تكسفش ان يقول الجبرا من الجابر بن حيان اه بالظبط لان احنا لما كنا بنعمل العلم فاحنا اللي بنعمل الالفاظ بالظبط النهار ده مثلا التلفزيون احنا بيقول تلفزيون صح محدش بيقول كلمة عربية ليه لان اخترع برا وخدنا الكلمة صح الناس حاولت مع الراديو يقولوا المذيع طول الوقت ما نجحتش الكلمة ما نجحتش لان هيك ما طلعت زي ما هي فبقت الراديو فاللي بيخترع بيفرض الفاظ اللي بيجيب حاجة بيفرضها بكلمتها وده تاريخ اللغة وده لو يا اما نقومه ونقول لا هنعمل الفاظ عربية لكل شيء يا اما نستسلم اليه نستسلم اليه بوعي بس عندنا بعض الكلمات ماتت يعني كانت تستخدم وبقيم ما بقتش تستخدم خلاص طبعا يعني منها ايه مثلا يعني او خد بالك احنا كمان الزمن والجيل الجديد ودخول كمان اللهجة المصرية غيرت من نفسها هي نفسها يعني كمان الشباب دلوقتي بيتكلموا حاجات انت لما تقول حاجات دي يعتبروها قديمة بالنسبة لهم يعني ده حقيقي لان هي الفكرة كلها اولا لازم اعترف ده في صالح اللغة مش ضد اللغة تطور اللغة ده يعني الجيل بتاعي واحنا شباب كان نستخدم تعبير روش طحن مثلا تعبير ده خلاص يعني بيعتبروه تعبير قديم ولا يسأله معنى لكن لازم نعرف ان احنا عندنا خليني اروح لنقطة اعمق شوية احنا عندنا مشكلة في تعليم اللغة في مصر وهي على كذا محور المحور الاول هو اللي احنا بنتكلمه في البيت مش هو اللي بروح نتعلمه في المدرسة طبعا في العربي خالص احنا بنكلم الولد بالعامية الولد الاربع سنين احنا بنكلم بالعامية الشديدة هي عامية فيه خلاف طبعا زكاة العامية دي اصلا لهجة من العربي ولا خلاص انفصلت درجة انها اصبحت لغة بس مش ده اللي عايزة اوصل لي لكن احنا عندنا اربع سنين الولد قبل ما يدخل المدرسة بنكلمه عامية ودي اسمها كورة يخش المدرسة اسمها كورة صح مش دي كان اسمها كورة في البيت ايوه ايه اللي خلاق فلازم نعتار احنا مشكلتنا ان احنا بنعلم العربي بطريقة وكأن الطفل في الاربع سنين القبل ما يخش فيهم مدرسة كأنه كان بيتكلم عربي هم كانش بيتكلم عربي اه فبيحصل ما هو برضو انت مش هتلاقي حد هيقولك ايه يعني صباحه الخير زوجتي نا مش هايحصل مدرسة مدرسة بس لازم نغير في مناهج العربي بطريقة شوية تسمح اني الطالب يحتك بيها واحنا فهمين انها مش ان دي اول مرة يسمعها اه يعني 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 يقترب منها طبع ما انا عايزة اقولك انه لغة الصحافة وهي اللغة التالتة زي ما بنقول يعني اللي هي ولكن هي يعني قريبة للناس اللي احنا بنتكلم فيها يعني انا ساعت مثلا ما بكلم بنتي تقولي ايما هو انا مش هعرف اتكلم زي كالزقاق وانه كان واصبح يعني هي بتحس ان انا برضو يعني لا كلميني عادي يعني تقولي كلميني يعني كلميني مامي يعني يعني كأن دي لغة تانية فهي فكرة ان احنا نستعمل حتى اللغة التالتة اللي هي ما بين الاثنين لا عمية خالص ولا الفصحة يعني فيبقى نقرب شوية يعني فنقوم نطلع باللغة شوية طيب اسمحيلي اولا فكرة العمية انها الدنيا دي بفكرة غير صحيحة يعني العمية مش ادنى من العمية اي لغة مش ادنى من الفصحة بتاعتها لكن هي تطور طبيعي وفي يوم من الايام لو حصل يعني العمية الانجليزية بقت هي اللغة النهاردة ولغة شاكسبير بيبصول عنها لغة قديمة ايو بس خد بالك انت برضو خليني اقولك انه مثلا انجليزي البي بي سي مختلف عن انجليزي الشارع وده طبيعي اه يعني من يتحدث يقولك ايه ده انجليزي البي بي سي بتاع الملكة يعني يتحدثون كما تتحدث الملكة وكما يتحدث البي بي سي بشكل عنه صح فبالتالي دي اللغة زي ما احنا نتحدث في التلفزيون يعني نتكلم هنا ما بيتكلموش اللغة اللي هي بتاعت الشارع يعني صح موافق ما احنا لازم نميز بين تعبيرين علم بالانجليزي فرناكلر وكلاكول صح الفرناكلر ده موجود في اي عصر في اي دونيا اللي بنكتبه غير بنكلمه في الشارع بس الجاب هنا صغيرة لكن احنا بقينا كلاكول والكلاكول هنا احنا بنتكلم على جاب كبيرة ما بين اللغة المكتوبة من ناحية النحاوية من ناحية السينتكس تركيب الجملة نفسه من ناحية الالفاظ من ناحية حتى نطق الحروف صح يعني محدش بيقول في الشارع للثاء ولا الضه ولا الثال فالثعلب بقى تعلب ايوه ما هو دي بقى ثقافة يعني احنا برضو لازم نحافظ على العربية بتاعتنا يعني العربية بتاعتنا جميلة ده اللي كنت بحاول اقوله انها المحافظة على اللغة العربية فضلي الناس بتغني قصائد يعني يعني بتغني العبد الحليم بيغنوله قصائد عبد الحليم غنى قصائد والناس كانت بتغنيها يعني اشتقتوا اليك فعلمني قال لا اشتاق علمني كيف اقصه جدورة هواكة من الاعماق سيدة ام كلسوم من يومين كان كازم الساهر يعني حاجة حديثة كان بيغني قصائد فالناس بتحب القصائد يعني فإذا احنا مش معاد عن اللغة العربية ولكن لازم نقرب لها مش يعني نحاول نبعد عنها قد ما نأت لا بالعكس ده انا اللي بقوله والعكس انا بقوله عشان نحب بالناس في اللغة العربية في التعليم لازم نفهمهم ان مش ده اللي كنت تتكلمه في البيت فانا محتاجة ابدأ منهجية معينة في تعليمك عشان ما ما ازدماكش صح انا ما بعملك كأنك داخل وانت داخل المجلس ايه اكتر الحاجات انا موفقات جدا عداء يعني ما ازدماكش الحاجات اللي بتستخدمها دي هي دي زي دي ولكن النطق مختلف نحوي اسمحيلي بك في حاجة مهمة احب اقولها هي النحو بتاعنا ودي مشكلة بقى مش من وجهها في مصر ده في كل الدول العربية صح لم يعاد ابدا دراسته ابدا من اول ما اتعمل ايام سباوية يعني احنا الاستاذ خليل كلفت وده استاذ الاغويات رحمه الله يعني كان ليه كتاب واصدرته الهيئة العامة للكتاب اسمه من اجل نحو عربي جديد والفكرة كلها هو بيحاول يعيد النحو ده في قاعدة في اللغة احنا مش بنعمل نحو للغة وبعدين نتكلمها لأ احنا بنتكلم وبعدين يجي واحد يرصد اللي احنا بنتكلمه حتى لو نشوف زمان فيزبط لما يختلفوا يجيبوا واحد اعرابي يشوف صحيح كلام ازاي فالنهار ده الناس دي عملت مجهود فضيع ايام سباوية عملوا مجهود فضيع ان هم هيعملوا قواعد القواعد دي لم تراجع ولم يعد تقسمها ولم يعد فهمها صحيح وقصرنا تعليم اللغة على اعرب ما تحته خط الاعراب الاعراب رغم من صعوبته لكن يظل اداة لغوية يعني انت بتقول لي فاعل مرفوع بالضمة انا بقى كمتعلم بعض احفظ فاعل مرفوع بالضمة او عرائي الاستاذ عاد الامام فاعل مفتوش بالفتشة ايوة لازم اعمل لها دايما امثلة وحاجات وحاجات بس امثلة لازم يفهم وظيفة الجملة يعني هو لازم يتعامل مع الجملة النهاردة ابسط تعريف للغة هي انها وسيلة اتصال صح فهو لو ما فهمش فين الاتصال بيحصل هتحصل ازمة عنده نفس الحكاية على البلاغة بالمناسبة احنا البلاغة بس انا هقولك حاجة بس عشان وقتنا هي لغة جميلة بس الناس لازم تبزي المجهود يعني اللغة العربية احنا كلنا درسناها والاعراب بيحلي يعني انت حتى لما تتكلم بالتشكيل وتسمع اللغة بعد ما تثبت اقاع الجملة بالاعراب بتبقى جميلة بس هي الناس مش عايزة تبزي المجهود جزء منها كده وجزء منها النظام نفسه بتاع التعليم هو مش بيفهمني انا ليه ده فعل مرفوع بالضمة يعني ايوه انت لو فهمتني يمكن احب الموضوع والله فيه ناس بتشرح والناس بتعمل احنا انا مثلا درسته في القلسن لغة عربية سليمة درسته في الاعلام لغة عربية سليمة فاعتقد هي بس الناس لازم تبزي المجهود يعني عايزة اقولك انه القواعد في اللغة الفرنسية صعبة جدا حتى الفرنسوين بيخطؤوا فيها لانه برضو لازم يبزي له مجهود كل لازم يبزي المجهود انا مش ضد بذل المجهود بالعكس انا مع بذل المجهود بس مع كمان تغيير يعني القواعد الفرنسوين انا مش بكام على الصعوبة ان احنا نسهل خالص بالعكس انا بستاء جدا لما شوف واحد يبقى فيه قد كده ويعملها مفتوحة ايوه صح يقولك في البحرة فكرة انه هو ينظمها ينظم الحاجة نفسها يشرح يعادة التنظيم يدي امثلة واعادة فهم وظائف اللغة كوسيلة اتصال صح وإلا اللغة هتبقى ميتة وبالتالي عشان كده القصائد المغنى قريبة للناس لان كمان الناس دايما بتحس ان الفن اللي باللغة المكتوبة فن راقي صح اكيد انا الحقيقة بشكر حضرتك وحازل الكلام عن اللهجة المصرية والمصطلحات والمفردات دايما عندنا حاجات كتير بشكرك شكرا جزيلا انواركنا في التاسعة وبشكر دكتور جون دانيال استاذ اللغة اليونانية ومقدم محتوى من التاريخ واصول اللغات الفقرة التالية الحقيقة هتهموكو جدا فكرة الطاقة فكرة انه اجد الطاقة بيتي ازاي بنسمع الكلام ده كتير وبنقرأ عنه كتير بس ادقوا كل فترة احنا محتاجين نقعد مع حد يكلمنا عن ده ويساعدنا ويقول لنا اهو انا ممكن اجدد طاقة البيت طب اجددها ازاي هو انا عندي طاقة سلبية ومش حاسس هو انا ممكن حياتي تتحسن لما اعرف بعض النصائح فعلا تاخدني لقدامه اعيش حياة افضل واحسن حتى تخليني افكر بشكل تاني يتقلي انا عندي طاقة جديدة ده اللي هنتكلمه في الفقرة التالية بعد فاصل مع دكتورة سوها عيد خبيرة علم الطاقة عودوا الينا بعد قليل اشتركوا في القناة